بسم الله الرحمن الرحيم هذا الاخر الذي يشترك معدات اشتراكا دائما واشتراكا كليا هذا الاخر الذي ادخل معه في حوار اقصد من ذلك اولا ان اعرفه واقصد من ذلك ايضا ان يتعرف علي فالحوار يقوم اساسا على التعارف وبعد التعارف يتم التفاهم وبعد التفاهم ننتقل انا داك الى العمل المشترك الاستاذ عبدالسلام ياسين تحدث عن الحوار في جميع كتبه ومارس الحوار في دعوته في تطبيق فكرته تحدث عن الحوار فيما بين المسلمين فالمسلمون اليوم يعانون من ازمة عدم الحوار او يمكن ان نقول ضعف الحوار فيما بينه ويجمعهم ميرات واحد ترات واحد ترات علمي وتربوي واخلاقي وثقافي وسياسي واحد يقبلون منه وينكرون بحسب المدارس والمذاهف هم في حاجة ماستة اليوم الى الحوار السيد عبدالسلام ياسين كان واعيا بذلك وكان يعتبر ان الحوار هو الوسيلة الانجع لتدبير هذا المشترك الموروط المشترك من اجل حسن تدبير المستقبل المشترك وبالتالي لا مناصة بين المسلمين من انفتاح بعضهم على بعض من اجل معرفة ذاتهم ومقاومات هذه الذات وبالتالي التعاون على بناء مستقبل يرضونه جميعا ثم الاسد عبدالسلام ياسين وهو يفكر في قضية المسلمين في قضية الامة الاسلامية لا يغيب عنه باتاتا التفكير في الانسانية فالحوار لا يكون فيما بين المسلمين فقط وانما الحوار يكون بين الناس جميعا فلا يغلق الباب في وجه احد من الناس مهما كان دينه مهما كان ثقافته مهما كان معتقده او لا معتقده كيفما كان هذا الاخر فهو يحاور ويجاور ولا يوجد دون الحوار سوى الادبار والدمار اما ان نؤسس لتقافة الحوار واما اننا سندبر عن بعضنا البعض وبالتالي سنؤسس لحضارة الدمار ليس لنا خيار اذا كنا نريد الرشد للانسانية الا الحوار الاستاذ عبد السلام ياسين نظرا لتكوينه المركب تكوينه العلمي والطربوي والاخلاقي المركب فهو ليس عالما تقليديا بل هو عالم جامع عالم اسلامي نعم فيلسوف درس الفلسفة الغربية والفلسفة الاسلامية ونجد اثار هذه الفلسفة في كتبه من سقراط الى ميشيل فوكو جرامشي ماركس نيتش هايدغر اوغيست كونس بانسر دوركايم جون ديوي فلسفة الشرق والغرب يعني يقرأ لهم بكثرة وطلع على النظريات الاجتماعية سوسيولوجية وناقش أصحابها طلع على النظريات النفسية مدارس النفسية المختلفة وقضى معها مدة من الزمن وهو يطالعها ويراجعها وكتب هذا وأشر إليه وبالمناسبة هذه السنة سيصدر كتاب بعنوان عبد السلام يسين وجهوده في بناء المنظومة التربوية بالمغرب فقد كانت له جهود كبيرة جدا في تأسيس علم التربية بالمغرب مباشرة بعد خروج فرنسا من المغرب يعني في بداية الستينات من 62 إلى 66 تقريبا كتب مؤلفات نصوص تربوية كان يترجم مباشرة من لغات أجنبية إلى اللغة العربية فرنسية وإنجليزية وغيرها إلى اللغة العربية ولو كتاب نصوص تربوية وكتاب كيف أكتب إنشاء بداغوجيا ولو كتاب أيضا مذكرات في التربية بإضافة إلى نصوص ومقررات كثيرة في التربية والتعليم فإذا هذا الرجل الذي قلت كان مركبا مثقفا مركبا مثقفا عضويا بلغة جرامشي هذا الرجل كان أيضا سياسيا كتب في السياسة واشتغل بالقضايا السياسية اشتغالا كليا هو عالم سياسة وليس بالضرورة منخرط في ما يسمى بالسياسة الصغيرة في اليوم السياسي اليومي وإنما كان منظرا سياسيا وكان رجل سياستين وبإضافة إلى ذلك فهو أيضا متقف فهو يعرف زمنه يعرف ما يجري في زمنه فيحاور الجميع أستاذ الإسلامي السين حاور الإسلاميين أولا وزارهم وطلع على ثراتهم واقترب منهم ويتحدث إليهم ويحزنه أن يفترقوا تحزنه الفرقة التي تعيشها الأمة الإسلامية وكتب في الوحدة وشروط الوحدة بل اعتبر أن وحدة الأمة هي أمة طالب الشريعة في كتابه نظرات في الفقه والتاريخ واعتبر أن هذا مسألة حاسمة في مستقبل بناء الأمة وبناء الإنسانية في المستقبل حاور أيضا العلماء حاور وزارهم وكتب عنهم وكتب رسالة العلماء رسالة اسمح رسالة العلمية يعني يتحدث عن العلم وما هي القضايا التي هي أولويات ينبغي أن يشتغل بها العلماء وينبغي أن يشتغل بها طلبة العلم ويشتغل بها هذا الجيل والجيل القادم أستاذ الإسلامي السين أيضا حاور الغرب كما قلت حاور الفلاسفة علماء الاجتماع علماء النفس علماء القانون حاور علماء الغرب حاور النصارى وكتب في ذلك حاور اليهود كتاب سنة الله والإسلام والحداثة حاور الحاداتيين في كتاب الإسلامي زينا مضيغنيتي وهو كتاب مترجم إلى لغات كثيرة وترجم إلى اللغة الإيطالية وترجم إلى اللغة العربية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والتركية والأردية وغيرها من اللغات هذا الكتاب يعني يحاور فيه لحداثة فالأستاذ الإسلامي يسين كان عالما جامعا يجمع بين الإرث التقافي والعلم الإسلامي ومطلع على تقافة عصره بتمامها فزار الغرب زار دول كثيرة يعني حاور عبر كتاباته وانتقاداته فلاسفة وعلماء كما قلت كثر وبالتالي فلا يضره مثلا أن يتني على موتي تونغ في تجربته في الصين ولا يضره مثلا أحيانا أن يتني على ماركس في نشدانه العدالة الاجتماعية في الأمم ولا يضره مثلا أن يتحدث عن جرامشي فيما يخص المتقف العضوي وبالتالي كان يبحث عن الحقيقة باحث عن الحقيقة وأنه يجد الحقيقة فهو يعترف بذلك ويثني على ذلك سوى وجده عنده مسلم غير مسلم لا يضر لهذا نجده عند أسل الإسلامي ويحاور الجميع فهو لا يبدي مجملات من الآخر بل هو يوقن بأنه لا يمكن بناء المشترك إلا عبر استفادة من هذا الآخر إلا عبر استثمار مقومات وقوة هذا الآخر في بناء هذا المشترك في ذلك كان يفكر في أنه يضيف لبنتان ويعتبر أن المشروع الإسلامي هو يضيف لبنة إلى الإنسانية ولا ينقص ولا يلغي الآخرين لهذا لم يفكر أستاذ عبدالسلام يسين سواء في تصوري للدولة أو في تصوري للدعوة لم يتصور بساسا أنه يمكن أن يوجد مشروع لإلغاء المشاريع وإنما مشروع ليستفيد من هذه المشاريع وإذا استطاع أن يضيف لهذه المشاريع ما يفيد فالأمر يبقى مقترحا على الناس على الآخرين الأستاذ عبدالسلام يسين قلت حاور الجميع وهذا الحوار يكون هادفا ويكون هذا الحوار حوارا يركز على الأولويات على الكليات فلا يمكن أن نحاور الناس في قضايا مذهبية قضايا جزئية الحوار يكون في أمهات المطالب التي تجمعنا مع الذين تحاوروا معه فعلى مستوى الدولة مثلا كان الناس يتحدثون عن دولة للفرد أو دولة للعائلة أو دولة للمذهب أو دولة للحزب أستاذ عبدالسلام يسين على العكس من هذا كله كان يتحدث عن دولة عصرية هكذا سمعناها منه نحن نريد دولة عصرية معنا دولة عصرية دولة يعني يكرم فيها الإنسان دولة يحيى فيها الإنسان حياة كريمة حياة رخاء هو لا يريد دولة كهنوتية أو دولة مغلقة ولا يركز فقط على الدولة لأنه ليس فقط رجل سياسة وإنما هو رجل المجتمع لهذا كان يركز على تغيير المجتمع لهذا يحاور جميع الشركاء في بناء المجتمع كان يهتم العلماء والسياسيون وعلماء الاقتصاد والقانون والفلسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس كان يحاور الجميع كانت له رؤية كلية كانت له نظرية في التغيير تتصف بكونها كلية شاملة ومستقبلية عندما نطلع على كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين وأنا الذي قرأتها تقريبا منذ 1990 وأنا أطلع على ما يكتبه دائما تجد أن حقول معرفة متجاورة متحاورة في دينه فدائما الكتابة كتابة مركبة تجد فيها الفكري والعقدي والكلامي والفلسفي والفني والديني واللغوي والأسلوبي والبلاغي فهو صاحب كتابة خاصة جدا حد الآن لم أجد كاتبا من من أطلع على كتابتهم له هذه الخصائص وبالتالي فهو يكتب كما يأخذ فله يعني يستمد المعرفة من حقول متعددة وبالتالي جاء العطاء متنوعا ومتلونا وبالتالي فالألوان التي تبرز في كتاباته متعددة فصاحب الحقل اللغة يجد في لغته ضائقة عالية جدا الفيلسوف يجد فيها مفاهيم فلسفية يجد قضايا فلسفية مثلا يسأل في كتاب إسلامي زيلة مضيغنطي يجد سؤال مثلا لما الحياة لما الحياة هذا سؤال فلسفي أسئلة عميقة جدا وتجد في نص الوقت ينتقد الفلسفة كما كنيتش يقول ماتت الفلسفة وتموت الفلسفة فلسوف يحاور عصرها ويقرأ للكبار الفلسفة قرأ لي ماركس واتفق معه واختلف معه قرأ لي هيديغر قرأ لي ديكارز قرأ لي الكثير لهذا قلت حقول المعرفة متجاورة في دينه تحضر جميعا وها العالم بهذه الخاصية يكون لكلامه معنى لأنه يستحضر الجميع فإذا هو مدرسة حوارية ليس فقط رجل حوار وإنما مدرسة حوارية وخاصة عندما يكون مشرف على إنشاء مدرسة في العالم يتأثر به من يطلع على فكره في العالم هناك أناس وأشخاص وباحثين في العالم يطلعون على فكر الرجل فيتأثرون بعبقريته يتأثرون بوسع مداركه يتأثرون بعمق أفكاره يتأثرون بنبل القضية التي يدافع عنها يتأثرون بشجاعته في مناقشة موضوعات كثيرة جدا موضوعات كثيرة ولهذا فهو يستحق أن يتخذ علما في الموضوع الذي نتحدث فيه وهو الحوار ليس فقط أن تتحدث عن الحوار وإنما أنت يسكنك الحوار فهو يسكنه حوار لأنه صاحب مشروع مستقبلي للإنسانية يفكر في المستقبل ثم الأستاذ عرسلم ياسين ما يضيف على كونه مدرسة حوارية هو أنه يتمسك بقوة وبحرارة وباستمرار بمبدأ اللعنف فعندما يميل ناس إلى العنف العنف المادي أو العنف الرمزي أو العنف الرمزي أو العنف المعنوي هو يرفض ذلك مطلقا ويعتبر أن العنف هو رذيلة ويذكرون في هذا بكبار المصلحين في العالم الذين تبنوا الخيار السلمي منهم غاندي مثلا في الهند وبالتالي فالأستاذ الإسلاميسين بنزعته اللاعنفية فهو يؤسس لتربية جديدة ولتقافة جديدة في وسط جيل المسلمين وفي العالم فالذين يتتلمدون لهذا العالم هذا المفكر هذا المنظر لابد أنهم سيضيفون إضافة نوعية في الحقول التي يشتغلون فيها وفي الفضاءات المكانية والزمانية التي يشتغلون فيها ونحن نعرف أن للمؤسسين أثرهم في من يتأثر بهم وبالتالي فنحن سعداء بأن يكون لأمثال هؤلاء الرجال تلاميذ يتبنون نفس الفكر ويعملون نفس العمل بمعنى أنهم يترجمون الفكر سلوكا فيكونون رحمة في العالمين يكونون يسعدون بغيرهم ويسعد بهم الغير يقدمون أنفسهم في خدمة الإنسانية يحبون الناس جميعا يبسطون أيديهم لنفع الغير ولخدمة الغير ما يحملونه في قلوبهم وما يحملونه في أذهانهم وما يحملونهم في مشاريعهم يكون نفعا وخيرا للإنسانية وبالتالي هذا يتطلب تربية تقطع مع كل صنوف العنف والكراهية والإقصاء والغلضة والحقد المتوارد في التاريخ والموجود الأسف في الواقع فالأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله راهن على الإرادات الطيبة من أجل صناعة حضارة مشتركة عمران مشترك يستعد فيه الإنسانية جميعا ما يؤكد أن الأستاذ عبد السلام كان مدرسة حوارية أن كتبه نجدها عامرة بالأسئلة كان يصنع السؤال صناعة السؤال يصنع السؤال الذي يتير الآخر ليفكر معك فهو لا يفكر واحدا وإنما يفكر بالغير ويفكر مع الغير ويستحضر الدوات الأخرى التقافية والدينية والسياسية والطربوية والعلمية ويحاول أن يجمع أجوبة يراها هو أكثر إقناعا من غيرها ورغم ذلك يحافظ بالسؤال لهذا نجده يتسأل مثلا ما العمل كيف نخرج من هذه العويصة من هذه المشكلة كيف نعالج مشكلة الاكتداد السكاني النموذ الديمغرافي كيف نعالج مسألة تعدد التقافي كيف نتجاوز الاستبداد الفكري كيف نتجاوز التراث التقافي التقيل كيف نحل مشكلة العالم كيف يرجع الإنسان إلى الله كيف يعرف ربه ما هي الطريق كيف ننبه الإنسان إلى أنه مجرد مخلوق كيف نستطيع أن نقنع الإنساني اليوم بأننا إخوة كيف نستطيع أن نعمل عملا مشتركا يسعد به الجميع فأسئلة كثيرة جدا يصنعها ويحاول أن يقترح أجوبة وأحيانا يدعو الأسئلة مفتوحة للمستقبل التي تجيب عنها الأجيال القادمة ثم ما يؤكد ذلك أيضا عند الأستاذ عبد السلام ياسين هو أنه في بدايات مشروعه يعني في السبعينات كان قد أنشأ مجلة تسمى مجلة الجماعة لأنه كان يؤمن بالعمل الجماعي أنشأ مجلة الجماعة واجعل فيها عمودا عنوانه الحوار عنوان العمود عمود تابت دائم وعنوانه الحوار سأقرأ لكم سطرا من هذا العمود في العدد الثالث من هذه المجلة يقول فيه هذا باب دائم أي باب الحوار هذا باب دائم بحول الله في مجلتنا هدفه اللقاء للتبادل الفكري هدفه اللقاء للتبادل الفكري ونعلم بالتجربة أن غلق الأبواب والتزمت أسلوب غير إسلامي غلق الأبواب والتزمت أسلوب غير إسلامي يخرج من الدين من لا يفتح بابه لحوار الآخر كفاناً غلاقاً كفاناً تحجراً كفاناً تزمتاً ينبغي أن نحاور لأنه بالحوار وحسن الجوار وهذه عنوان فصل في أحد كتبه الحوار وحسن الجوار يمكن أن نؤسس لبديل نتعاون على بنائه نخطئ ونصيب لكن جميعاً لا يلغي أحدنا الآخر لهذا عندما نطلع على تراث الأستاذ عبد السلام يسين نجده كأنه يطل على العالم من أعلى ويحز في نفسه ما يقع في العالم من حروب وهو الذي عايش الحروب التي وقعت في العالم وكتب عن ذلك فكيف نستطيع أن نتخلص فلذلك كما قلت سابقاً هو يحاور الإرادات الطيبة البقيات الصالحات في كل أمة لابد هناك طيبون في كل أمة في كل ملة يحبون الخير ويكرهون الشر ألا يمكن أن تلتقي هذه الإرادات الطيبة في بناء حضارة مشتركة يسعد فيها الجميع جواب أستاذ عبد السلام يسين هذا ممكن وسيوفقنا الله تعالى فيه نتعاون ولا نتهاون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة